أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أكد على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات استراتيجية تاريخية اتسمت بطابع متميز على مختلف الأصعدة منوها سموه بأهمية موصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات بما فيها الدفاع والعسكري والدفع بمسارات العمل نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين ونوها سموه بأن الجهود الإنسانية التي قدمتها مملكة البحرين إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الإجلاء من أفغانستان تأتي من منطلق متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وحرصها على دعم استقرار أفغانستان الشقيقة وتعزيز إسهامها الفاعل في عمليات التضامن الإنساني الدولي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين صعادت السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد حيث رحب سموه بوزير الدفاع الأميركي والوفد المرافق وأشاد بما تتسم به علاقة البلدين الصديقين من تميز على كافة الصعود وبالأدوار التي تقوم بها الجالية الأميركية في مملكة البحرين عبر إسهامها الفاعل في التنمية بالمملكة مؤكدا على أهمية الاستمرار استمرار تعزيز هذه العلاقات خاصة فيما يتعلق بالجانبين العسكري والدفاعي بما يحقق التطلعات المشتركة ومنوها بالدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الجانبين الإقليمي والدولي من جانبه عرب سعادة وزير الدفاع الأميركي عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأميركية لمملكة البحرين على دعمها لجهود عمليات الإجلاء من أفغانستان باعتبار المملكة شريكا في عمليات التضامن الإنساني الدولي منوها بما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي كان له الأثر الكبير في نجاح عمليات الإجلاء الآمن للمدنيين من أفغانستان مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر